اشتركوا في القناة على مثال أو على شقوق ينفذون عبرها للوصول إلى أطمعهم وتحقيق مخططاتهم فالظاهر البرباري الذي جاء في 16 مايه 1930 نود منكم أن تحدثون عن سياقه التاريخي والسياسي بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا أحمدنا وعلى آله وصحبه جماعي قضية الظاهر البرباري هي في الحقيقة ضهائر ضهائر كثيرة بدأت في 1914 يعني مباشرة بعد توقيع الحماية بدأت تصدر ضهائر لترصيم جزء المغرب وتقسيمه إلى مناطق والغريب في هذه المسألة هو أن الغوزات المستعمرين الفرنسيين راكموا جريبة في الجزائر هذه الجريبة التي راكموها في الجزائر ابتدأت من 1930 سنة التي أطاحوا فيها بداي الجزائر وبدأوا يحاولون الاستيلاء على أكبر ما يمكن من الأراضي سواء في الجهات الغرب يعني الاتجاه المغرب أو في الجنوب فوجدوا القبائل المغربية ووجدوا الدولات المغربية رغم ضعفها في ذلك الوقت بالقياس لما كانت تسوفر عليه الدول الأوروبية من معدات حربية فوجدت الفرنسا المغرب في مواجهته في مواجهتها في جميع الميادين على التخوم الجزائرية كما أنها طبعا المغرب كان في ذلك الوقت يعني كيان القائم الدات يتميز بأنه في دفاعه عن حدوده وعن ترابه وعن سيادته ويمكن عن إسلامه لا ينتظر الدولة كالناس هم الذين يقومون بهذا العمل طبعا تحت إمراتي وتوجيه واتصال بين السلطان وبين القياد ووجهاء البلدان فبدأ البحث بالنسبة للدول الغربية وخاصة فرنسا في الشيء الذي يجعل هذه الدولة ليس متجدرة فقط وإنما هي حية ومتجددة الحيوية فبدأ البحث الأنتروبولوجي والتأريخي وبدأت العمليات الاستكشافية ورسم الخرائط مما جعل المغاربة يقفون في وجه كل غريب يريد أن يدخل إلى بلدهم أو إقليمهم فرادا وجماعات فكانت هذه مشكل مشكل عاوص بالنسبة لهم فجربوا حلول في الجزائر طيلت سنوات الاحتلال وبدأوا يخرجون تلك التجارب ليطبقها أيضا في المغرب فبعدها الحماية مباشرة بدأت تلك التجارب تفرضو في أرض الواقع فظهرت مثلا 1914 أول ظاهر لوضع حدود للقبائل ذات العرف البرباري يعني كانت مجموعة من الظهائر نعم سبقت الظاهر 1936 مجموعة من الظهائر كيمكن نقوله 1914 1915 1918 1920 1923 24 28 إلى 1930 بل أكثر من هذا كلها كانت تركيز على التفريق العرب والأمازيغ طبعا من أجل ولكن كل مرة في قطاع فجاء قطاع العدل هو آخر قطاع ليتوز هذه العملية المرة اللولى مثلا كانت فقط وضع خريطة للقبائل ذات العرف البرباري كما يسمى ثم بعد ذلك الأراضي الجماعية التابعة لهذه القبائل ثم بعد ذلك الجماعات القبلية ثم بعد ذلك نظام تلك الجماعات ثم بعد ذلك نظام السلف لتلك الجماعات ثم بذلك انتخاب حكام تلك الجماعات يعني سلسلة من الأشياء سلسلة من إجراءات سلسلة من التعقيدات تدريجي ومواكبة مواكبة باقتطاع الأراضي في الوقت اللي عندما مثلا في الوقت اللي كنقولوا أن هذه الأراضي تابعة للعرف البرباري كنحصرها كنحصرها في محل السكنة وكنحصرها في المجال الرعاوي وكنديو الأرض تابعة للعرف البرباري بمعناها يتحاكمون إلى أعرافهم أم أنهم كانوا يتحاكمون إلى الشرع الإسلامي أم أنهم يتبعون إلى سلطة المخزن أم أنهم خارجون عن سلطة المخزن لا هو في البداية فقط كانوا يعتمدون اللهجة هادو يتحدثون مثلا بتشلحيط هادو 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 كيهتموا مثلا في زمور في زيان تمازيغت هادو هادو في تريفت يعني في هاد في المراحل الأولى هناك فقط الشكل العام يعني شكلا يعني من ناحية اللغوية ثم بعد ذلك سيتطرق لأن شنو هو كالهدف الأسماء هدف الأسماء لهذه العملية هدفين هدفين اثنين يعني يعني الجوج دي الأهدف دينين وواضحين شنو ما أخذ الأرض جمع الناس في المناطق الغير النافعة ثم القضاء على الإسلام لأن هذا الإسلام هو العقبة الكأود التي تحول دون انتشار الاستعمار في هذه الأرض بل أكثر من هذا أن قادة الغزو كانوا يعتبرون أن المغرب يمتد إلى جنوب السحراء لأنهم وجدوا في الدول الأفريقية أن هناك من يصلي في الجمعة بملك المغرب يعني يدعو مع ملك المغرب يعني معناه ويبايعون هناك علاقة روحية وإذلك هذا يعني لو أن الناس ينتبهوا هذا الآن في قضية الجهوية الموسعة نعم هو المغرب طبق الجهوية موسعة من قديم لأن السلطان كان عنده خلفة كان خليفة السلطان في تفيلالت كان خليفة السلطان في مراكش وكان خليفة سلطان وكانت له صلاحيات له صلاحيات طبعا وميزانية أيضا وميزانية وعنده بالعكس أن السلطان من هؤلاء الخلفة يستمد قوته ونفوده وميزانيته لأن كيف هو الأساس في المسألة كلها ما هو موجود في الطورة الفرنسية ما هو الشعار ديالهم حرية ومساوة هذه كانت مطبقة في المغرب من زمان أن الإنسان حر بل مشو بيلير وهو مشهور في البعثة الفرنسية 1906 وأشرف على عدة أبحاث بل هو الذي أشرف على تنصيب محمد الخامس رحمه الله باختيار يعني من بعد ما مات مولا يوسف طلب منه المقيم العام ما هو العادة المتبعة فكان فجاء وبينا لهم ماذا يجب أن يفعلوا في تنصيب الملك فمشو بيلير هذا كيقول في كتاب عنده حولها الغرب في 1915 كيقول هذا درس منطقة الغرب دوار دوار وهذه الدوار بأسلحتها وخيليها والأزواج الحرط وكل ما يتعلقوا بها وقال أن الناس هنا مسلحون كل شي مسلح والقاضي موجود في الأسواق ولم يتبت يقول هو لم يتبت له أن رأى جريمة قتل قيلت عشر سنوات سبحان الله والغرب كل شي مسلح نعم يعني كانت كلموا بمسليمان كانت كلموا جميع الغرب يعني من القنيط راحت لتخم جباله نعم فإذا الشاهد نعم هو نعم الحرية والكرامة كتعطي من كتعطيش فقط قوة الأفراد كتعطي قوة الدولة ففرنسا أو العمل قامت به هو أولا بعدما نزعت السلاح نزعت القيمة والكرامة من الناس كيف ذلك كيف ذلك بهذا العمل يدي هاتفريقة يعني هادو هادو عرب هادو أمازيغ هادو نخليهم يحتكموا للعرف بمعنى قد نقضيولهم على ما يجعلهم شنو جب هاتفريقة شنو فيه شنو فيه إشكال يعني لماذا تمت المعارضة يدي على هاتفريقة شنو فيه أولا هو الاحتكام إلى الأعرف بالنسبة للبرابرة وبالتالي لا علاقة لهم مع السلطة المركزية هذا الجهاز سياسي هذا الجهاز سياسي الجهة الدينية أن الشريعة أو الإسلام بالنسبة لهم هما الفرنسيين كانوا يعتبروا أن هؤلاء البرابرة يعني الدين عندهم فطرة هما لا بدأ أن يكونوا متدينين ولكن بأي شكل من الدين الدين الذي يريده أي فرد يعني لا بغيت تقول الحرية الفردية في شكلها البدائي يعني إذن يمكن يعبد الحجار يمكن يعبد نخليه يعبد الشجار نخليه مهم أنه ما يقول يعني أنه سيكون نهيوه بتلك المبارسات التقسية عن مراعاة الخصوصيات الإنسانية والحضارية التي يمكن أن تجعله ندا لند مع الغرب فإذن هذه المسألة هي مسألة إدابة شخصية وهذا الهدف من كل هذه القواليد البربارية وليس إعطاءهم الحقوق والحريات والمتياز تبدا وإذن كحتى الذين يطالبون أو كانوا يطالبون أو مازالوا يطالبون بحقوق من المستمزغين لهؤلاء هات المطالب هي فقط ضلال لقضايا أخرى غير مخفية الشزر التي تخفي الغابة وراء الغابة إذن هناك مثلا رغبة في الوصول إلى مناصب الرغبة في إعادة إحياء المناطق تنميتها ودحق تنميتها لأن الغرب هو الملاحظ تلازل خمسين سنة أن المناطق التي حاربت الاستعمار لم تستفد والعائلات التي حاربت الاستعمار لم تستفد من خيرات المغرب إذن هات الناس منحقهم يبحثوا على قضية معينة يتبناوها من أجل أن يستفدوا أستاذ إدريس كرام تحكي لنا كتب التاريخ أن المغرب كان لهم موقف معين بعد صدور الظاهر البرباري حيث خرج الناس في مدينة فاس وسلا وغيرها يرفعون شعار اللهم ملطف بنا فيما جرت به المقادير ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر ما يعني أن اللحمة التي كانت جمع أبناء المجتمع المغربية لحمة قوية فعلى ماذا كانت تتأسس هذه اللحمة وما يبنيتها الأصلية الإسلام بكل اختصار إخواننا 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 ويجب يكون يعني يطرح سؤال لماذا نجد أن المغرب يلتحم فجأة بعد أن يكون الناس قد رسخ في دينهم أنه لن يتوحد فجأة ينتفض وتجد أن الناس تفقوا على قضية معينة وذهبوا إلى شيء أساسي تركه أو طبعه الإسلام في نفوس المغاربة وهو الإيمان بالله وأن الإنسان أن الناس سواسية كأسنان المشط وأن إذا أجار أدنهم أعلىهم يجار وأن النفوس نفس المغربية هي نفس مؤمنة و مستقلة وحكيمة ولا يمكن أن تبقى إلا كذلك ولكن هناك مظالم يجب رفعها أستاذ إدريس كرام سؤال أخير هناك مطالب بإعادة قراءة الطريق المغربي قراءة أخرى على أسس أن القراءة التي بين أيدينا اليوم هي قراءة سياسية إيديولوجيا بامتياز وأن الأمازيغ حينما يعتبرون الظاهر البرباري الذي فرد سنة 1930 هو جاء ليعيد المياه إلى مجرها على أساس أن الأمازيغ كانوا يتحكمون إلى أعرافهم وأن الإسلام جاء ليمحوا حضارتهم وليطمس معالمهم وإلى آخره فما تعليقكم على هذا الطرح هذه حقيقة من المهازل الكبرى مع الأسف هناك من وهي دعوة روجت في العدل عند المفكرين الاستعماريين اللي يقولوا بأن شمال أفريقيا كانت لها حضارة وكانت مزدايرة إلى أن جاء العرب وخربوها هذا منافذ التاريخ التاريخ ما هو كانت هناك شمال أفريقيا وجاء الرومان وجاء الوندل وجاء البيزنطيون وهذه هم الذين خربوا هذه البلاد فجاء العرب عندما جاء العرب حقا لم يجي العرب جاء الإسلام لأن الذين ما هو الإسلام لماذا بقي الإسلام لماذا لأنه لم يطهيت السكان لأنه لم يطهيت السكان الذين أسلموا على أرضهم بقيت لهم أرضهم والذين كانوا يحكمون بقوا يحكمون وزادت سلطتهم وقويت وهم الذين ذهبوا ووسعوا وفتحوا ونشروا الإسلام إذن هذه مغالطات لأن عندما نقول كتابة التاريخ فقط ليس كتابة فقط غير إظهاره إبرازه فقط غير خرجه على الأقر بل أكثر من هذا نخرجه ما كتبه على المغرب من الكتابات الغربية لأن الذي كتب الآن الذي هو معروف هو كما تفضلت وقد هي كتابات إيديولوجية كتبت في عهدي تدافع الذي وقع ما بين اليسار أو القوميين وما بين النظام لإسقاط الملكية للقضاء الإسلام لماذا؟ لأن العلماء الذين كانوا يقودوا لحركة وطنية أبعيدوا بعد الاستقلال مباشرة وإذن يجب الاهتمام بتاريخ المغرب الذي طالب العديد من الباحثين ومن المؤرخين أن يجب أن نهتم بتاريخ المغرب من أجل الرأس المال الرمزي لا ماد لدعمه لأن هناك مختطة تريد هي تابعة لما وقع في العهد الاستعماري من هذه الدائرة التي سبقها نقولها هي تابعة لها إذن يجب أن نعيد النظرة في هذه الأشياء وننفذ عنها الغبار لنعرف ماذا كان يراد بنا وماذا يراد استبقه الآن لأن الجيل الذي تعلم في المدارس الفرنسية أو خارجها أو في المدارس المصرية والسورية والعراقية الكل جاء ضد الحركة الوطنية ضد علماء الحركة الوطنية لأن الغربيين جاءوا بتفكير غربي لأن يجبوا أن يتمموا ما بدأه المستعمر والذين جاءوا من الشرق أرادوا إسقاط الملكية بيدعواء القومية وبيدعواء الجمهورية وبيدعواء لنشر الفكر التقدمي الشراكي الشراكي واليساري وبقي المغاربة في خضم هذه التجادبات وهذه الصراعات هؤلاء ضد الرئاسمالية والرئاسمالية ضد الشراكية سنجعلوا المغربة الشراكية والأخرين سنجعلوا رئاسماليا وبقي المغاربة يعني بحكي ما يقولوا البرواق اللي كيدوزوا فيه التيران يعني العلماء اللي كانوا شدين الميزان اللي كانوا شا فهم يشوا وقضي يعلم ومع الأسف حتى الآن الآن ها هم يبعدون والذلك نرى أن إقبار الرابطة رابطة علماء المغرب اللي كانت فعلا مجال للجميع العلماء وجميع الفقهاء الذين لمجبر شيء ما كان كيلجأ لها يعني كتقصدوا بالإقبار يعني إخراجه من طابعة الحرية يعني الاستخلالية إلى طابعة رسمية إلى طابعة رسمية لأن ولاتها الآن هي مجلس علمي تابع من المجالس بل أكثر ربما أسواء من المجلس علمي لأن الآن نرى أن هذا الرابطة المحمدية العلماء اللي كتشوف أن الشعار المملكة يداز وأن المقومات المملكة وأن الملاكية التي تأخذ منها المنح يساء إليها وكتبقى ساكتا بل أكثر من هذا أن الآن هو الآن في قضية الميرات تساعد في هذا الاتجاه هذا منكار يجب تنديد به إذن الرجوع الذي نرجع إلى ما نحن بصداده هو أن كل ما يتعلق الظاهر البرباري هي ذهائر ويجب التركيز على هذا المسائل لأن الظاهر البرباري في الحقيقة كان مكرم لماذا؟ لأن بعده ظاهرة الأحزاب السياسية ودهرة لأن كل كان في استلاب نار هذا الظاهر من علامة أول شهيد لحركة الوطنية هو القرية فقير القرية استخدر أن المغرب بلد الجميع عرب وأمازيغ وأجانب حتى وأن هذه عارض السديف المغرب في وحدته ومرجعيته وقيامه بالضبط إنه الآن كلما زاد تألق المغرب زاد تكالب الخصوم عليه داخليا وخارجيا والدليل على ذلك الآن الآن صديق على ضهائر الضائر البربرية في 23 24 27 28 ومحمد الخامس رحمه الله هو أيضا أمر المغاربة بأن يشاركوا الأوروبيين في محنتهم وأن يحرروا أوروبا وذهبوا بالآلاف وماتوا هناك بالآلاف إذن وماذا كان جزاؤه أنه نفيا ولولا قيام العلماء وتطيرهم للمواطنين وظهور تورة البلكي والشعب لم يعد والحسن الثاني ألم يقدم كجليل الأعمال لأوروبا فعل ولكن هل كيف قابلوا قابلوا جزاء سين نيمار ومحمد الخامس ألم يكتبوا عنه بأنه آخر الملك فعلوا ولكن المغاربة قاطبة كيف ما كان نحلتهم وملتهم إلا من رحم الله دائما ملتفون حول مبادئ ثلاث الله الوطن الملك الخلاصة نقول بأنه آل الآوان لأن عود من جديد للبحث في لسه في أغوار التاريخ لا فيما هو مدوان وما هو في الأمام اليد موجود الكتابات الأجنبية لأن مع الأسف الكتابات المغربية لم فقيرة في الميدان وكلها تركز على بعض القضايا إذا ما تعمقت فيها تجدوها أنها ضلال لقضايا آنية اجتماعية وتقافية وحقوقية ولا علاقة لها بالتاريخ وبما وقع فيه من قضايا ومشاكل لا يسعني في ختام هذا الحوار إلا أن أشكر الأستاذ إدريس كرام على سعة صدره وعلى قبول الدعوة وإلى فرصة أخرى وشكرا جزيلا لمتابعتكم ترجمة نانسي قنقر